خلينا نروح للدراسات الإعلامية ومنها للرأي العامية في الدراسات الإعلامية كيف لعب الإعلام دوره؟ هل لعبه بأداء سيء؟ هل كان ليه تأثير سلبي؟ هل هو جزء من انفضاد الناس عن المشاركة؟ يعني نظرت له إزاي؟ لازم نربط لتفضل به الدكتور يسري ووضحه بأداء الإعلام حضرتك مش هتقدر تشتغل كأعلام من غير مادة المادة عند حضرتك فقيرة جدا المادة عند حضرتك أيما على 105 حزب السياسي متوجدين 105 حزب السياسي متوجدين لا فعالية له الحضرتك بتتفضل بها يا سيد خيري مظبوط أن نتحدى أي حد من النخبة المصرية يسمي 30 حزب نتحدى أي حد يسمي 30 حزب من الحزب القائمة أو التعرف على برامجها أو التعرف على ما تطرحه من أيديولوجيات أو أفكار الأداء الحزبي في مصر بعد 2011 كنت بتتصور منه في ظل ما تم ترويجه وترديده كثيرا عن سيطرة وكبت وممارسات قمعية تجاه الأحزاب أن يحصل فيه نوع من أنواع التغيير هتسمح لي بس على مسئولية الوطن بيقولوا في 19 لجنة في الدقل العجوزة أحمد مرتضى منصور 1925 دكتور عمر الشبكي 2671 تفضل فأنت إزاي هتشتغل كإعلام وإنت عندك عجز حزبي واضح في الشباب اللي تكلم عليهم يسري أنت لم تحتويهم في قلب هدي الأحزاب معظم هذه الأحزاب النشأ عقب صورة 25 يناير حتى هذه اللحظة كل الأحزاب المصرية فيها أمان اسمها أمانة الشباب نعم هل في أمان اسمها أمانة متوسط العمر هل في أمان اسمها أمانة كبار السن فكرة التمييز الجيلي في قلب الأحزاب هنا ليه الشباب بالذات انتميزهم ليه مصر على فكرة التمييز فكرة المغازلة ليه ليه ما تدوبهمش لو أنت اقتنعت بأن هؤلاء الشباب هما كانوا وقود صورتين في الدولة المصرية ليه ما تدوبهمش في قلب لجانك كلها وتترك لهم فرصة العمل ده خلق مشكلة حقيقة عند الأحزاب الأحزاب المصرية أحزاب لو حضرتك جيت بسيط على قائمة المرشحين بتوحهم ويمكن احنا كنا عاديين بنرسل أسماء بدأت تحقق نجاحات منتمين للحزب الوطني السابق إذن الأحزاب تعاني من مشكلة هيكلية واضحة في اختيار هياكل لها في اختيار كوادر لها بالإضافة إلى عجزها عن طرح برامج تستطيع أن تقنع من خلالها المواطن عبر وسائل الإعلام أن هناك أحزاب لديها برامج لديها فعليات لديها 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 بتوصل إلى الإعلام لما ابتدى يتناول هذه القضية عندنا قانون انتخابات في ملاحظات عليه بس تفق على أن يكون هذا هو القانون الذي سينظم العملية الانتخابية القادمة انتسبت المواطن دون أن تتطرك معه لأليات تطبيق هذا القانون كيف سيطبق هذا القانون إيه فكرة تقسيم الدوائر دي إيه منطق ورق فكرة تقسيم الدوائر ما شرحتش للمواطن سبت المواطن في ضبابية كان قليل من البرامج الإعلامية اللي بيغوص في الجانب التعليمي ده أو جانب الوعي السياسي أو جانب التوعية للمواطن بالحاجات دي الإعلام ركز على قضايا تنفر كثيرا من المشاركة ولا تجذب للمشاركة شفت الإعلام بيركز على قضايا متعلقة بفكرة تخويف الناس من البرلمان القادم دي كانت نغمة كبيرة جدا عالية جدا أوعوا البرلمان الجاي هترح السقة بالسيد الرئيس وسيعزل السيد الرئيس رئيس قادم بهذه النسبة في انتخابات 2014 ده عمل نوع من أنواع التأثير عند قطاع يعني خلينا نقول أنه ده قطاع داعم للرئيس بوضوح تماما في الدولة قطاع ده أنت عملت عنده نوع من أنواع التخويف أنك هتنزل تنتخب برلمان ممكن البرلمان اللي هيجي ده يشلك الرئيس اللي انت جبته ده جانب جانب تاني أنك انت ابتدت تشتغل على قضايا الإعلام وركزت فيها على قضايا فرعية برضو قضايا في منطقة خطورة ركزت على قضايا عودة نواب الحزب الوطني القادم ولم تحمل الأحزاب السياسية مسئولية أنها اللي طرحت هذه الأسماء يعني النواب الحزب الوطني القادم مجوش على حزب معين أو مجوش على قايمة بعينها بقت هما المتصدرين للمشهد لقد هما موجودين على قماشة الاربعة واربعين حزب اللي طرحوا نفسهم بأسماء مرشحين يأخذوا هذه الانتخابات الحاجة التالتة أنك انت أفقطت البرامج نفسها قيمتها التعليمية للموطن يعني رسالة الإعلام رسالة مهمة جدا في تعليم وتوعية الموطن ده ما كانش متوفر في كثير من البرامج أستاذ خيري البرامج ركزت في بعض اللحظات على أضايا من التسطيح والتفاهة المنتج لا تساعد على خلق وعي عام يشعر أن هناك انتخابات قادمة العوامل دي كلها تتضافر يعني الموضوعات السياسية والعجز الحزبي الواضح في أداء الأحزاب المصرية والكسور الإعلامي دول بيتضافروا مع التضارب الحكومي عندك أداء حكومي في غاية التضارب في الفترة الأخيرة وللأسف أن ده بسبب غياب ما يعرف بالوزير السياسي ما عندكش وزراء سياسيين عندك وزراء تكنوكراط طالما طلبنا بالوزراء التكنوكراط بس على ما يبدو أن الوزراء التكنوكراط لا يجدوا التعامل المباشر مع وسائل الإعلام لا يجدوا حسن اختيار الألفاظ في التعامل مع وسائل الإعلام وسائل الإعلام كانت بترصد في بعض الأحيان تصريحات لبعض الوزراء بتبرزها بتتعامل معها لدرجة من حضرك من 3 أيام كان في مركز دعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء خرج بمجموعة نفي يعني حوالي 4-6 نفي يام في مجلس دعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء إن هناك اتجاه لرفع أسعار كذا يعني في 6 نفي وربعة التأخر في الرد على هذه المزاعم ده عمل برضو نوع من أنواع الألأ لدى المواطن المواطن حاس كل حاجة بتغلى كل حاجة فيه الألأ فدي عوامل متضافرة حاجة تانية بقى بتؤثر في الأداء الإعلامي ودي حاجة مهمة جدا يسري تطرق لها سريعا بس لازم نركز عليها ولازم ناخد بالنا منها مشكور جهد القنوات في الحرص على متابعة العملية الانتخابية وتقديم مادة للمواطن يقدر يفهم من خلالها الانتخابات ماشي ازاي بس لما حضرتك بتركز لي على جوانب بعينها لجنة بعينها تطرح عليها وتركز عليها الكاميرا أي أن كان موقع هذه اللجنة لا تدري ما يحدث في باقي اللجن أنت لا تدري ما يحدث في باقي اللجن يعني أنت مركز في الدائرة اللي في مدينة أسيوت ومش عارف باقي محافظة أسيوت فيها إيه محافظة أسيوت على التسحة فيها شرق النيل وفيها غرب النيل فيها الجن في قلب الجبل وفيها الجن في قلب الصحرة أنت مش شايف مش قادر تقدم للمواطن ده وحتى لما بتيجي حضرتك تنشر المادة الإعلامية دي بتقول يا جماعة أنا واقف قدام لجنة كذا واتجاه التسويت في محافظة أسيوت شكله كذا لا قل لي أن اتجاه التسويت ده في أبجديات الرأي العام لما تجي تخاطب رأي عام أو تعبر عن قياس الرأي عام بتقول أن هذه اللجنة دخلها حتى هذه اللحظة عادت كذا وده اتجاه التسويت في اللجنة دي إنما مقدار شئيس من اللجنة اللي أنت واقف قدامها دي اتجاه عام على التسويت في محافظة أسيوت كلها أو محافظة سهاج أو 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 حاجة تانية مهمة جدا في التناولات اللي احنا كنا دايما كلنا بنشتغل عليها إنك أثرت كتير جدا في توضيح فكرة ومعالجتها في نفس الوقت أنت كان واضح جدا اللي اتجاه التسويت في كل الاستحقاقات اللي فاتت من 2011 لغاية النهاردة إن عندك مشكلة في تسويت الصعيد المصري صعيد مصر هو أقل نسب المشاركة من 2011 لغاية 2015 أقل من محافظات الواجه البحري بكثير نسب التسويت في الواجه البحري وفي محافظات وسط الدلتا اللي هنا متفائل بيها بتصل لفوق الستين في المية في بعض المحافظات زي في المنوفية وفي على مجرى كل الاستحقاقات اللي فاتت فإنت ما حاولتش كإعلام تعالج هذه المشكلة في الصعيد ما حاولتش تقف على أسباب إيه الأسباب اللي وقفة أورا إيه الأسباب اللي عاملة هذا النوع من مش المقاطعة ولا العزوف من الرغبة في عدم المشاركة هو دور الإعلام ولا دور القوة والأحزاب السياسي وأنا أمشي وراها أنا أنقلها الأعلام كان ينبغي عليها أن يلتفت حضرتك بتصنع برضو يا أساس خيري الإعلام صانع للأضايا برضو في بعض اللحظات الإعلام يكون صانع للقضايا هو موجه لازم تلفت لازم لازم تلفت لما تلاقي هذا كسور واضح أنا نقل للمنتج أنا بنقل الخبر المعلومة لابد أن تطاقل لديك أنقلها إحنا متجاوزين في أداءنا المهني المعلومة موجودة المعلومة موجودة أن عندك كسور كان لازم أن إحنا نجيب ده ونجيب خبراء يناقشوا هذه القضية عارف حضرتك أحد التفسيرات اللي إحنا بنحاول نوصل لها لحلول وإحنا بنتناقش مع بعض أن حضرتك لما بتبص إمتك كسرت مشاركة الصعيد طول عمر الصعيد قبل 2011 هو اللي بيتصدر المشهد الانتخاب الكسرت مع 2010 الكسرت مع هذه الانتخابات الكارسية اللي ودت الدولة المصرية كلها في ده هي انتخابات أحمد عز بتاعت 2010 الانتخابات دي خلصت حتى على علاقة الدولة بالصعيد لأن الصعيد كباره حسوا أن هم قسروا قدام الرغبة في تزوير إرادتهم والرغبة في تزوير مرشحين اللي كانوا متقدمين بهم والإتيام برجال كانت هناك هوى أن هم يجوا ده كل ده كان غايب عن المعالجة المشهد للآن ما بتشوفش أن فيه جزء من ده أنا آسف بس بتوصلني ردود فعلي من الصعيد ما بتشوفش أن ظهور قائمة زي قائمة في حب مصر مثلا خلاص أنا مش في حظر الانتخابي دلوقتي لعبة الدور السلب ده في بعض العويل والأسماء والقبلية في الصعيد أنهم ما دخلوش هذه القائمة فعملت هذا النوع من ده كنت هاجل حضرتك فيها في النقطة اللي جاية أن ترديد بعض الأفكار اللي بيمارسها الإعلام المعادي للدولة المصرية الحقيقة ومن ضمنها تصدير مشهد أن هناك قائمة مدعومة من الدولة نجح في ده إلى حد ما أنا بحب دايما بس على أرض الواقع يا فندم هذا الأمر غير حقيقي وحتى إحنا عايزين نتكلم على المعالجة الانتخابية نفسها يا فندم اليومين دول أنت أنا مش متخيل إزاي إعلاميين يعودوا على ترابيزة واحدة وابتدوا يتناقشوا مع مرشحين نجحوا أيا كانت الأسماء في تشكيل مجلس النواب القادر رئيس المجلس دي أضيف منتهى خطورة أنتوا إزاي بتعملوا ده؟ مين إدكم الحق؟ ده إحنا كل اللي وصلنا له لغاية النهاردة 64 مقعد 4 فردي و60 قايمة 45 و15 إيه اللي إدكم الحق؟ تعودوا تطرحوا أضايا زي دي؟ ترعبوا الرأي العام أكتر تخوفوا الرأي العام تثبتوا صحة ما يتردد إيه الفكرة وردها؟ بيزايدوا عالمين مينفعش ليس حقك لأنك بتطرح أسماء كما لو كنت متيقن أن هذا الإسم سياء أنا أسمعت مرة في حوار حد بيقول لحد وحضرتك أكيد هتدخل لجنة كذا في المجلس قال له أيوة رئيس المجلس وحترأسها لو على الأقل أنا فيها رئيس المجلس أنا هتنازل فيها عن شخص واحد فقط رئيس المجلس يعني هذا الطرح هذا الطرح فيه مزايدة حتى على الأسماء التي سيتم اختيارها من قبل رئيس الجمهورية لأن هذه الأطراف كلها اللي أسماءها بتطرح لم تدخل الانتخابات ولو دخلت مجلس النواب القادم ستدخل عبر التعيين من خلال رئيس الجمهورية فكل ده دي مهاترات يراد بها باطل بتدعم بتدعم هذه الصورة السلبية اللي تم تقدمها في العلام اللي حضرتك في تكلم عليه ده عن هذه القائمة مش من حق حد أن يزايد على اختيارات النظام أو اختيارات بتفرد أسماء ليه من دلوقتي ايه المصلحة ايه المصلحة فيه ادعاء أنك تعرفك هذا وهذا وهذا فكرة الزاتية الشديدة الزاتية الشديدة عند البعض والفصل بين المصريين تاني على أساس 25-30 البعض يتبنى أفكار 25 بيعتبرها منفاصلة عن الدولة المصرية وملوش دعوه بتلاتين يونيو والبعض بدأ يتبنى تلاتين يونيو كمعادية لخمسة عشرين يناير وأن دول منفاصلين عن ده ده بيؤزم العلاقة في قلب المجتمع المصري وممكن يسوقنا للمشهد اللي احنا شايفينه الأهم من ده ومن ده في الحقيقة أن زي ما قال يسري وأنا اختلف مع سيادتك يا دكتور حسن أن نسبة المشاركة نسبة طبيعية جدا 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 في ضوء أن نسب المشاركة فيه الانتخابات البرلمانية على مستوى العالم دائما أبدا ما تكون أقل من نسب المشاركة فيه الانتخابات الرئاسية الحق في عدم الإدلاق بالصوت ده حق يحترم للجميع هذا موقف سياسي لا علاقة له بالعلم اللي درسه لنا الدكتور حسن في وقت من الأوقات في الكلية وإحنا كلنا نشهد ليه بالأستاذية في هذا المجال لكن أنا برضو يا دكتور حسن يعني ايه لا علاقة له لا لأنه هو كإنسان له مواقف ومبادئ إنسانية له مواقف سياسية هو شايفها وهو يأخذ ويبني اتجاهاته ونصقه الفكري ومواقفه في الحياة السياسية بناء على هذا النصق القيمي اللي بنال نفسه عبر حياته الطويلة إنما كأستاذ علوم سياسية أتصور إنه هو وهو بيدرس مواده زي ما درسه لنا وزي ما عودنا دايما إنه هو بيوصل للطلاب المعلومة زي ما وصله لنا دي بلدكم مشاركتكم فيها مهمة لازم تشاركوا لازم نبحث عن أسباب أنتم ما بتشاركوش ليه لأن أحد الأسباب الحقيقية اللي أنا واقف عليها وراء مش عدم مشاركة الشباب لأنه لا أستطيع أن أجزم أن الشباب المصري لم يشارك وأتمنى اللي عنده دليل أن الشباب المصري لم يشارك بنسب واضحة ورصد دقيق يقول لنا عليه ده كلام مبكر قوي كمان يعني خلينا وقعيين الشباب المصري مشكلته مع الدولة لازم نقول أن هي مشكلته مع مؤسسات الدولة مكتملة يعني مؤسسات الدولة اللي هي إيه مؤسسات الدولة فيها الأحزاب السياسية فيها منظمات مجتمع مدني مش بس الدولة معنية في شكل النظام السياسي وعلاقته مع الداخلية وعلاقته مع المؤسسة الجيش وعلاقته مع وزارة الشباب لا الشباب يعاني من مشاكل في قلب الأحزاب السياسية الشباب لديه مشاكل حقيقية في قلب منظمات المجتمع المدني الشباب اللي انتم تجيرته بأحلامه واللي نقلته من حزب الحزب ووراكه يا فندم الشباب تم بعطارته الشباب دخل تحت وهم قيادات معينة في أحزاب سياسية ما وتم نقله أنا اختلفت في الحزب ده اتنقلت من الحزب ده رحت الحزب ده رحت واخد كوتة الشباب دي معايا تعالوا يا شباب يلا وراء أنت عملت له نوع من أنواع الارتباك في المشهد وكل ده على أمل أنه يجد الفرصة أن يكون ليه دور أن يكون كادر من كوادر هذه الأحزاب لكن في النهاية هذا الشاب أنت دمرته ودمرت علاقته بالدولة بصفة عامة المشهد كان ضبابي جدا لو الدولة المصرية تمكنت أن تحقق هذه النسبة من المشاركة الشعب المصري هو الفائز اللي بصوته ده حقق اختياراته نحترم اختياره نحترم أنه هي دي نسبته دي نسبة المشاركة الطبيعية لمحافظات اللي جرت فيها الانتخابات مع استبعاد تأثير التصويت على أساس ديني في محافظات غرب الدلتة لحزب النور مع استبعاد التأثير للتصويت المربع الدهب اللي دايما بنتكلم عليه يسري بتاع الإخوان المسلمين في الجيزة والفيوم وبنسوف والمينيا مع استبعاد بقى التصويت في باقي محافظات الصعيد اللي كان بيتم على أساس استغلال العوز والحاجة بتاع بعض الناس وتقديم هدايا ودعم مادي أو دعم معناوي ليهم دي النسبة الطبيعية ده النسبة الحقيقية للمواطن المصري اللي كان حريص على أداء منص عليه حقه الدستوري أنه يمارسه ومنص عليه واجبه الوطني أنه يحصل عليه مع كامل الاحترام بالطبع لكل من له موقف سياسي يرى أن التجربة لا تسمح له بالمشاركة لا تتطلب مشاركته له موقف ما هذا موقف يحترم ولليه مبرراته لا يمكن لأحد أن يشكك في نوايا الإنسان لا يمكن لأحد أن يشكك في نوايا البشر علينا أن نحترم إراداتنا جميعا لكي نستطيع أن نصل بهذه البلد إلى الأمان ترجمة نانسي قنقر